التحريف العلمي التأسيسي إنها عملية الاجتهاد وبينت لكم من أن القرآن يبطل عملية الاجتهاد إبطالاً كاملاً ويعدها جهلاً ومعصية في الوقت نفسه إنها معصية وضلال واضح بحكم القرآن حددتكم عن موقف القرآن من الظن الذي هو روح عملية الاجتهاد عملية الاجتهاد إذا كانت جسداً روحها الظن بغض النظر عن الظن هذا هل جعلت له حجية أم لم تجعل من قبل المجتهد نفسه المجتهد هو الذي يؤسس قواعد علم الأصول بالنسبة لبحثه هو الذي يؤسسها لنفسه وهو الذي من عنده يجعل الحجية لتلك الظنون بدعوى أن الشارع قد جعلها الله سبحانه وتعالى في قرآنه يرفض الظن بكل حقيقته فضلاً عن أنواعه ومصادقه آيات القرآن رفضت رفضاً قاطعاً الظن بكل حقيقته فما قيمة أن نتحدث عن أصناف أو أنواع من الظن إذا كانت حقيقة الظن قد رفضها القرآن رفضاً قاطعاً قرأت عليكم ما جاء في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة من سورة يونس وما جاء في الآية الثالثة والعشرين وكذلك في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة النجم لا أريد أن أعيد قراءة الآيات مر كل هذا علينا في الحلقة الماضية ثم تناولت نماذج من آيات الكتاب تأخذنا إلى جهة العلم وإلى العلم فقط ما جاء في الآية الثانية والثمانين بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة وما جاء في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة وما جاء في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة عند كلاب الصيد يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله كلاب الصيد لن يكون صيدها حلالا إلا إذا علمت بعلم من الله فلماذا مراجع النجف وكربلاء ينتجون لنا دينا بعلم أخذوه من سقيفة بني ساعد ومصدر علم سقيفة بني ساعد الشيطان الشيطان هناك ناطقان ناطق ينطق عن الله محمد وآل محمد وناطق ينطق عن الشيطان لأن الصحابة مدحوا وذموا هذا يعني أن الشيطان موجود فيما بينه وكذلك نساء النبي مدحنا وذمم هذا يعني أن الشيطان موجود بينه القرب مدحوا وما ذموا هذا يعني أن الشيطان ليس له من سلطان عليهم بحسب نصوص القرآن هؤلاء هم أولياء الله بالمعنى الحقيقي الأتم ولذلك لم يذموا في القرآن مدحوا فقط الشيطان ليس موجودا بينهم القضية واضحة والحكاية بيّنت لا شأن لنا بالذين لا يريدون أن يتمسكوا بالحق إن كانوا من الشيعة أم كانوا من السنة أم كانوا من عشيرة الجن الأزراق لا شأن لنا بهم إنني أخاطب الذين يحترمون عقولهم أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة فأنا لا أدعوكم إلى مذهب آبائي وأجدادي إنني قد كفرت به كفرت بمذهب آبائي وأجدادي وتبرأت منه ولعنته لعنته المذهب الطوسي القذر الذي هو مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء إنها حوزة الطوسيين اللعناء الأمر واضح 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 في سورة النحل في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء أين محل الاجتهاد؟ أين محل الظنون؟ إذا كان الكتاب تبياناً لكل شيء هذا هو القرآن ما معنى القياس؟ وما معنى الاستحسان؟ وما معنى الرأي؟ وما معنى المصالح المرسلة؟ عند نواصب سقيفة بني ساعد ما معنى الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية ضمن نطاق علم الأصول الذي يؤسسه المجتهدون الشيعة وهم أخذوه أساساً من نواصب سقيفة بني ساعد ما معنى كل هذا الهراء؟ إذا كان القرآن تبياناً لكل شيء إلا إذا كان القرآن يكذب هنا فهل القرآن كذاب؟ كالصحابة الكذابين؟ أو كمراجعي الشيعة الطوسيين؟ هؤلاء يكذبون وهؤلاء يكذبون الصحابة كفر بعضهم بعضاً وكذب بعضهم بعضاً وقتل بعضهم بعضاً وزنى بعضهم بنساء البعض ما هو هذا الذي جرى في أجواء الصحابة؟ وما جرى بين مراجع الشيعة الطوسيين كان أقبح وأقباح وأقذر وأقذار منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى يومنا هذا ولذا فإن سقيفة بني ساعدة مستوى عدائهم لدين العترة هم قتلة الحسين أما مراجع النجف وكربلاء المراجع الطوسيون فمستوى عدائهم لدين العترة الطاهرة هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القضية واضحة 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 جدا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وماذا بعد وهدى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين نحن لسنا بحاجة لشيء لكن لا كما قال عمر في رزية الخميس حسبنا كتاب الله كتاب الله حسبنا طرده طرده رسول الله طرده وطرد الصحابة الذين كانوا معه طردهم طردهم وما رضي عنهم لا يوجد هناك دليل على أن رسول الله قد رضي عنهم طردهم ومر هذا الكلام علينا في حلقات سابقة من جملة مجموعة حلقات صولة القمر ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذه النصوص هذه النصوص في سورة نفسها في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وأنزلنا إليك الذكر أنزل على رسول الله وأنزلنا إليك الذكر لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم البيان من رسول الله فهل من المنطقي حينما كان عدد المسلمين قليلا وحينما كانت الحياة بسيطة فهل من المنطقي أن البيانة يكون محصورا برسول الله فقط في زمن كانت حاجات الحياة محدودة وعدد المسلمين محدودا سبحانه وتعالى ما أوكل الأمر إلى المسلمين في البيان وإنما جعل الأمر محصورا بعالم معصوم فهل من المنطقي فهل من المنطقي حينما يكثر عدد المسلمين وحينما تتعقد الحياة فهل من المنطقي أن النبيان القرآن يوكل للنهس عموما أي شخص يأتي كي يعبث بقرآن الله هل هذا الكلام منطقي وإذا كان الأمر هكذا لماذا بعث الله الأنبياء كان بالإمكان أن ينزل إلينا كتابا مطبوعا على ورق الله قادر على كل شيء نجده في مكان من الأمكنة وبعد ذلك نقوم بتفسيره وشرحه لماذا في مقطع زماني محدد الحياة كانت ليست معقدة ومطالب الناس محدودة لماذا جعل البيان بنحو مخصوص لا بد أن يؤخذ من عالم معصوم هو محمد صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون في ذلك الوقت حينما اتسعت الحياة وكثرت المطالب وزاد عدد المسلمين من أين نأخذ بيان القرآن من الخوارج مثلا أم من الأشاعرة أم من المعتزلة أم من الطوسيين في النجف وكربلاء من أية مجموعة نأخذ القرآن وإذا حددنا تلك المجموعة وفقا لأي دليل ولماذا أخذنا من هذه المجموعة وما أخذنا من غيرها لماذا في زمن رسول الله جعل البيان محصورا برسول الله فقط ما بعد رسول الله كيف يكون الأمر هل أن الله سبحانه وتعالى كان مهتما لأمر الناس في زمان رسول الله فقط فما بعد رسول الله بإمكاننا أن نلعب وأن نعبات هل أن دين الله في زمن الأنبياء يكون دينا علميا مستندا إلى العلم وما بعد الأنبياء ويكون الزمان طويلا وطويلا جدا ما بعد الأنبياء يكون الدين ظنيا إذن لماذا بعث الله الأنبياء يا أية هل أمة الغبية هل لا سألتي نفسك هذا السؤال القرآن القرآن لا يريد إلا العلم فالقرآن تبيان لكل شيء بحسب ما قال القرآن عن نفسه لست أنا الذي أقول والقرآن أيضا قال عن نفسه من أن تفسيره لا بد أن يؤخذ من عالم معصوم من محمد صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون مع أن العلم يؤخذ من عالم معصوم ومع ذلك فإن القرآن لا يثق بالناس لا يثق بالصحابة لأن الآية هذه تتحدث في زمان النبي عن الصحابة وعن نساء النبي الآية تقول ولعلهم يتفكرون ولعل تأتي بمعنى التوقع وربما لا يتفكرون وهذا هو الذي حدث لو كانوا يتفكرون هل قالوا عن رسول الله من أنه يهذي من أن الرجل يهجر ما كانوا يتفكرون إذا كان هناك من الصحابة من يصدق عليهم هذا الوصف من أنهم يتفكرون كانوا قلة قليلة الذين لم يرتدوا بعد أن ارتدت الأمة عن دينها بعد مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون مع وجود عالم معصوم هو محمد صلى الله عليه وآله فإن الله لا يثق بالأمة من أنها ستتفكروا فإن الله يقول وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ للناس ما نزل إليه الآية واضحة في أن مضمون الذكر لا علاقة للناس ببيانه البيان خاص بعالم معصوم هو محمد صلى الله عليه وآله والناس حتى بعد البيان لا يتوقع منهم بنحو قطعي أن يتفكر في هذا العلم من بين هذا وهذا نشأت الأديان لماذا نلوم العلمانيين حينما يقولون من أن الأديان من صناعة البشر هذه حقيقة لماذا لماذا نلوم العلمانيين حينما يقولون من أن الأديان خرافات لأن الأديان لا تستند إلى علم تستند إلى ظنون الناس الناس محقون فيما يقولون درسوا التأريخ ودرسوا الواقع فوجدوا أن الأديان التي بأيدي الناس وجدوها صناعة بشرية واضحة وهذا هو الذي جرى عند أتباع سقيفة بني ساعدة وعند أتباع سقيفة بني طوس في الآية الرابعة والستين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتابة إلا عملية حصرية بل هي استثنائية هذا أمر استثنائي إلا وما أنزلنا عليك الكتابة إلا أمر استثنائي إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إذا رجع الأمر إليهم إنهم مختلفون ويختلفون لأنهم يعتمدون على ظنونه وعلى أوهامه وعلى أهوائه هذا هو واقع الناس واقع الناس في يومنا هذا هو هو واقع الناس في الأجيال السابقة في زمان نوح أو في زمان موسى أو في زمان عيسى أو في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلام على المرسلين وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا الهدى لا يبتني على الظنون ولا يبتني على الأوهام الدين لا بد أن يكون علميا لا بد أن يكون مستندا إلى العلم إنني أتحدث عن العلم الديني لا أتحدث عن الفيزياء والكيمياء إنني أتحدث عن العلم الديني فمثلما هناك علوم تخصصية للدنيا وشؤونها هناك علوم تخصصية للدين وشؤونه مصادر هذه العلوم حددها لنا رسول الله في كتابهم وحديثهم وأخذ علينا مواثيق بيعة الغدير من أننا نتعامل مع كتابهم وفقا لمنطق علي ومع حديثهم وفقا لمنطق علي هذا علي يفهمكم بعدي يفهمنا كتاب الله ويفهمنا حديث آل الله هذا علي يفهمكم بعدي هذه مواثيق بيعة الغدير يا أيها الذين تقولون إننا شيعة لعلي هذا هو دين علي وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لا بد من عالم معصوم لا بد من عالم معصوم وإلا فإن الأمة إلى ضياع وقد ضاعت الأمة لا لأنه ليس هناك من عالم معصوم لأن الأمة كفرت بأئمتها المعصوم وإلا أتباع سقيفة بني ساعد كفروا بحسب دينهم ومذاهبهم وأتباع سقيفة بني طوس كفروا بحسب دينهم ومذهبهم الطوسي العباسي اللعين هذا هو الذي جرى في سالف الأيام ولا زال يجري ويبدو أن الأمر يبقى مستمرا المعطيات التي على الأرض هي التي تفصح عن هذه الحقيقة القرآن واضح القرآن واضح القرآن واضح يصرح بأن الدين علمي علمي وليس ظنونيا وهذا العلم لن يكون علما حقيقيا إلا من عالم معصوم مجاز من قبل الله وليس من قبل حوزة النجاف أو من قبل مشيخة الأزهار لابد أن يكون مجازا من قبل الله والإجازة من قبل الله إنما تأتي من رسول الله صلى الله عليه وآله فلابد أن يكون العالم المعصوم مجازا من قبل محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وهذا هو الذي جرى في واقعة الغدير هناك سؤال عريض عريض جدا أي برنامج لحكومة الناس ولعلم دينهم بعد رسول الله هل هو برنامج الشورى ولا يوجد دليل على أن رسول الله أوصى بهذا هناك أمر واضح موجود في المكتبة السنية وفي المكتبة الشعية هناك شيء يقال له الغدير كذبوا به تأولوه أولوه أنكروه أعطوا له معنى ثانويا الطوسيون لقلقوا بألسنتهم بأنهم آمنوا به لكنهم عمليا كفروا بالغدير بكل تفاصيله هناك حقيقة موجودة هناك شيء اسمه الغدير وهذا الغدير حقيقة فيه يرتبط بعلي وبعلي فقط هذان الأمران لا يستطيع سني منصف على علم أن ينكرهما ولا يستطيع شيعي طوسي أن ينكرهما هناك شيء اسمه الغدير وهذا الغدير مرتبط بعلي وبعلي فقط ولا يوجد شيء آخر بغض النظري هل الأحاديث ضعيفة هل الأحاديث قوية هل أن واقعة الغدير لإعلان محبة علي في الأمة لإعلان أن علي مصدر العلم الديني لإعلان أن علي وصي لرسول الله هو الإمام من بعده لأي معنى من المعاني هناك غدير وخاص بعلي فقط ولكن لا يوجد شيء اسمه الشورى من أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع المسلمين وقال لهم عليكم بالشورى من بعدي في أي مكان هذا في أي مناسبة متى قال رسول الله هذا بغض النظر أكانت الأحاديث الأحاديث صحيحة أم لم تكن لكن رسول الله قال ما قال في الغدير هناك واقعة حقيقية هي واقعة الغدير بغض النظر عن مضمونها وهي مرتبطة بعلي بعلي فقط يا طلاب الحقيقة فعودوا إليها وابحثوا بأنفسكم الحقيقة واضحة واضحة لكن التقديس الأعمى والالتزام بتقاليد الآباء والأجداد والمصالح الدنيوية لرجال الدين الكذابين من الشيعة من السنة وفي كل الديانات رجال الدين لا دين عندهم لماذا لماذا الدين عند عوام الناس عوام السنة متدينون بغض النظر هل دينهم دين حق أم باطل عوام الشيعة كذلك متدينون بغض النظر هل أن دينهم دين حق أم دين باطل رجال الدين من الشيعة أو من السنة ما هم على دين أتعلمون لماذا هناك سبب واضح لأنهم جعلوا الدين وسيلة للارتزاق جعلوا الدين وسيلة للمعيشة جعلوا الدين وسيلة للوصول إلى ما يخططون له من مصالحهم ومطامحهم الدنيوية هذه هي الحقيقة رجل الدين فيما بينه وبين نفسه يعد ارتباطه بالدين مهنة وظيفة مثلما الطبيب يعد ارتباطه بالطب مهنة ووظيفة وهكذا الدين عند رجال الدين تحول إلى وسيلة معاشه هذه هي الحقيقة عند الشيعة عند السنة عند المسيحيين عند اليهود عند سائر الطوائف والملال أنا لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع كثيرا وأعود إلى موقف القرآن من عملية الاجتهاد القرآن يبطلها لأن عملية الاجتهاد جسد روحه الظنون القرآن يبطل الظنون الدين لا بد أن يكون علميا ولا بد أن يكون هذا العلم علما حقيقيا لا كما يقال لمجموعة الترهات التي تجمع عن الرجال يقال عنها علم الرجال إلى بقية الترهات في العلوم الدينية التي تدرس في الجامعات السنية الدينية أو في الحوزات الشعية الدينية إذا ما ذهبنا إلى سورة هود هذه الآيات مرت علينا من سورة هود إنها الآيات التي تخبرنا عن قصة أبينا نوح إنه أبونا الثاني أبو البشرية الثاني نوح النبي شيخ المرسلين الذي عمر طويلا نبي مرسل هو شيخ المرسلين عمر طويلا كم عنده من التجارب ومن الخبرة في الحياة سورة هود ومن الآية الأربعين بعد البسملة وما بعدها أتمنى عليكم أن تعودوا لهذه الآيات بعد تمام الحلقة أن تتدبروا فيها انظروا فيها هذه الآيات تخبرنا من أن عملية الاجتهاد باطلة حتى لو قام بها نبي مرسل حتى لو قام بها شيخ المرسلين مع كل تجاربه وخبرته الطويلة في الحياة عاش قرونا وقرونا حتى إذا جاء أمرنا حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور هذا تنور الخبز في بيت سام ابن نوح حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول هذا هو النص الذي جاء من الله إلى نوح النبي قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من الحيوانات وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن النص واضح يا أيها النبي نوح حان وقت الطوفان فاحمل في سفينتك من الحيوانات بالوصف الذي تحدثت الآية عنه ومن الذين آمنوا الكلام عن أهله موطن الشاهد ما يرتبط بأهله وأهلك إلا من سبق عليه القول هناك استثناءات قطعا المصداق الأول زوجة نوح النبي فإنها لا يحق لها أن تصعد إلى السفينة وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بعد أن نفذ نوح النبي ما أراد الله من وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نوح بكل خبرته وبكل تجاربه في الحياة وبكل معرفته بأسرته وهو العارف بشأن زوجته والعارف بشأن أولاده كان يعتقد أن ولده هذا من المؤمنين لأن ولده هذا ليس كزوجته التي كانت تعلن كفرها وكانت خيانتها واضحة ومشخصة عند نوح النبي هذا كان يخفي كفره ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين لأن نوح ما كان يعتقد بكفره وهو كافر اللعين قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين من الذين غارقوا إنهم الكافرون فابن نوح من الكافرين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن نبني من أهلي من أهل الذين وعتني بنجاتهم عملية اجتهادية أخذ النص وطبقه عملية الاجتهاد هي هذه في أجوائنا الشعية كيف تتم عملية الاجتهاد تأخذ النصوص وتطبق نوح أخذ النص وأهلك إلا من سبق عليه القول فإن أهلك سيكونون من الناجين من سبق عليه القول زوجته الحديث ليس عن زوجته لأن أمر زوجته كان مفروغا من بالنسبة لنوح النبي الكلام عن ابنه نوح قام بعملية اجتهادية أخذ النص وأهلك إلا من سبق عليه القول وطبقه على ابنه وأعطى تقييم الرجالي لابنه من أنه لم يكن من الكافر هذا التقييم كان تقييما حدسيا ليس حدسيا لأنه لم يكن قد نظر إلى باطنه وإنما حكم على ظاهر أمره والحكم على ظاهر الأمر حتى وإن كان الإنسان يعيش فيما بيننا ما هو بحكم حسي هذا حكم حدسي ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك الرجالي خاطئ إنه عمل غير صالح هذا تقييمه الحقيقي فلا فلا تسألني ما ليس لك به علم اجتهادك هذا جهل يا نوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين عملية الاجتهاد جهل جهل واضح هذا هذا هو الذي يقوم به مراجع النجاف قولوا لي من أن مراجع النجاف لا يعملون في اجتهادهم بهذه الطريقة قولوا لي فليخرج علينا خارج من بينهم وليخبرنا من أن مراجع النجاف وكربلاء بحسب المذهب الطوسي لا يكررون هذه العملية هذا في أحسن أحوالهم في أحسن أحوالهم هذا في أحسن أحوالهم وما يسمونه بالحكم الواقعي أما الحكم الظاهري فهو دون ذلك هكذا تستنبط الأحكام الواقعية في حوزة النجاف بحسب المذهب الطوسي اللعيم يؤتى بالنصوص ويحكم على الرواة بحسب علم الرجال وتطبق النصوص في مواطن التطبيق بحسب الظنون إلا أنهم ضحكوا على أنفسهم من أن ظنونهم لها حجية وهذا أمر جاءوا به من عند أنفسهم وبهذا رتبوا لنا دينا مصطنعا دينا مزيفا وتركوا منهج العترة الطاهرة هذا هو الذي أقوله من أن الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق دين العترة الطاهرة ارتكبها مراجع النجف وكربلاء ابن نوح هكذا قال لأبيه لما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء آل محمد قالوا لهم قالوا لمراجع النجف اركبوا معنا قالوا لا سنأوي إلى جبل سنأوي إلى سقيفة بني ساعد ونأخذ منهم ما نأخذ ونصنع لأنفسنا مذهبا سنأوي إلى مذهبنا سنأوي إلى الطوسي وزلة العالم كما يقول المنطق لكنهم نبهون إلى ما يقول المنطق صلوات الله عليهم زلة العالم كخرق السفينة خرق السفينة يغرق السفينة ويغرق ركابها زلة العالم تضله وتضل الذين يتبعونه وهذا هو الذي جرى في واقع الأمة عند السنة وعند الشيعة وعملية وعملية الاجتهاد عند السنة هي هي لأن الشيعة أخذوا عملية الاجتهاد من السنة الكلام الكلام هو القوم على ملة واحدة يضحكون علينا فيقولون لنا هذا مذهب أهل البيت أهل البيت براء من هذا المذهب أهل البيت دينهم دين العترة الدين الواضح دين بيعة الغدير هذا هو دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نبي هذا نبي نبي مرسل هذا شيخ المرسلين ألسنا نسلم على نوح في زيارته حينما نزوره في النجف السلام عليك يا شيخ المرسلين إنه شيخ المرسلين المرسلون من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه نوح شيخ المرسلين نوح يمتلك تجربة طويلة جدا وخبرة طويلة جدا في الحياة وفي الناس ومع ذلك حينما أراد أن يجتهد وقام بعملية اجتهاد جاءه النهر من الله نهره نهرا يا نوح إنه ليس من أهلك تقييمك الرجالي خاطئ عمليتك الاجتهادية خاطئة يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم هذا جهل علم الرجال جهل وعلم الاجتهاد علم أصول الفقه جهل جهل فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هؤلاء هم الجاهلون الذين يستخرجون الدين من عمليات الاجتهاد إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي هنا التفت نوح إلى الحقيقة قال ربي ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم لقد كنت جاهلا قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم تلاحظون أن نوح سأل سؤالا وما أصدر حكما فما بالكم بهؤلاء الجهال في النجفي وفي كربلاء الذين يصدرون أحكاما ويؤسسون دينا نوح هنا لم يؤسس دين ولم يصدر حكما وإنما قام بعملية اجتهاد جعلته يطلب من الله وما فرض شيئا على أحد من الناس ومع ذلك جاء هذا الرد القاطع عليه من الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فإن نوح لم يصدر حكما وفقا لذلك الاجتهاد ولم يؤسس دين قام بعملية اجتهاد وبتقييم الرجالية نتيجته أن توجه بالدعاء إلى الله ثم ماذا تقول الآية عن لسان نوح النبي وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر هو لم يؤسس دينا لأنه نبي النبي لا يؤسس الدين على الاجتهادات ولا يمكن أن يكون هذا ولا يمكن أن يخطر في ذهنه إنما قام بعملية اجتهاد هي بمثابة مقدمة لدعاء يدعو به إذن أين يذهب أبو عنيفة أين يعطي وجهه من الله وأين يذهب الشافعي وأين يذهب الطوسي وأين يذهب العلامة الحلي وأين يذهب مرتضى الأنصار وأين يذهب الخوئي وأين يذهب محمد باقر الصدر وأين يذهب السستاني وأين يذهب الآخرون ماذا سيقولون الذين سيأتون من بعدهم هكذا يقولون لصاحب الأمر ارجع من حيث جئت فإن الدين في خير فإن الدين في خير لماذا؟ لأنهم اعتصموا بالطوس اعتصموا بمرتضى الأنصار اعتصموا بالخوئ اعتصموا بهؤلاء فإن دين جدك في خير فارجع من حيث جئت هذا منطق ابن نوح نوح يقول له يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافر إمام زماننا أيضا يأتي يقول لهم انصروني فأنهى صاحب الحق كونوا معي فإن النجاة معي ماذا قال ابن نوح؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أنا لست محتاجا لسفينتك سآوي إلى جبل يعصمني من الماء هكذا نسلم على إمام زماننا في زياراته الشريفة السلام عليك يا سفينة النجاة سفينة نجاتنا هو سيقولون له ارجع لسنا بحاجة إلى سفينة نجاتك ما هي عاقبة بن نوح؟ إنها هي هي عاقبة مراجع النجف وكربلاء ابن نوح كان من المغرقين في الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين مراجع النجف وكربلاء من المغرقين في العيون الكدرة القذرة لقد غرقوا في تلك العيون الكدرة القذرة التي حذرنا منها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فنوح يعد نفسه خاسرا إذا لم يغفر له لأي شيء لعملية اجتهاد كانت مقدمة لدعاء وليس لتأسيس دينه نحن لا نستطيع أن نتخيل نبيا من الأنبياء يؤسس دينه على الاجتهاد لأن الأنبياء عالمون علما صحيحا حقيقا بالدين الذي يبلغونه لأممهم فلا نتوقع من نوح أو من غيره من الأنبياء من أنهم ينتجون شيئا من الدين بحسب اجتهاد هذا شأن دنيوي يرتبط بابنه بعلاقة أسرية اجتهاد يمثل مقدمة لدعاء لا علاقة له بالدين ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال ما قال فماذا سيقول الله لهؤلاء المجتهدين عند السنة أو عند الشيعة الذين عبثوا بدين الله شهر عبد هذه الآيات دقق النظر فيها عملية اجتهاد واضحة هناك نص وهناك تطبيق وهناك تقييم رجالي لكن الأمر لم يكن في شأن ديني وإنما في شأن دنيوي ومع ذلك قال الله ما قال فماذا سيقول لهؤلاء الذين عبثوا بدين العترة الطاهرة لهذا السبب رسول الله قال للصحابة من أنه يريد أن يكتب لهم كتابا عاصما ولكن صحابة ضحكوا واستهزأوا برسول الله وقالوا من أن محمدا يهذي إن الرجل لا يهجر وبعد ذلك هم جاءون بعبثهم وضلالهم وزيفهم ودجلهم وهذا هو الذي جرى على الأمة من بعد رسول الله وجرى على الشيعة من بعد انتهاء الغيبة الأولى مع أن الحلول موجودة والحلول بيننا موجودة حينما يصل الحديث إلى الشق الثاني من هذه الجريمة الطوسية الكبرى سأبين لكم برنامج الأئمة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين هذه الهندسة موجودة إلى هذه اللحظة وستبقى موجودة إلى يوم الظهور وبها يحتج الإمام على الشيعة الذين تركوا دينه وذهبوا إلى المذهب العباسي الطوسي اللعين فهناك هندسة موجودة ما بين أظهرنا سأضعها بين أيديكم وبالوثائق والأدلة والحقائق تدبروا في هذه الآيات أنا متأكد من أن أصحاب العمائم يتابعون البرنامج متأكد ليس اعتمادا على تحليل فأنا لا أحلل مثل هذه الأمور تحليلا واستنتاجا إنما هي معلومات دقيقة قطعية أنا متأكد لن يعترض على كلامي هذا في مجالسهم الخاصة وأنا متأكد من أنهم يعرفون من أن الحقيقة هي هذه لكنهم لن يرتبوا أثرا عمليا لماذا؟ لأن الدين عندهم وسيلة عيش وسيلة رزق خطباء المنبر الحسيني حينما يتحدثون مع شخص في شأن مالي يقولون له الموسم قادم وكأنه موسم حصات يتحدثون عن شهر محرم وشهر صفر الموسم قادم حينما يعدون شخصا بتسديد ديونهم مثلا أو بإعطائه شيئا من المال يقولون من أن الموسم قادم إنه موسم الحصات وحينما يسأل معمم في النجف أو كربلاء في هذه الأيام ماذا تقول عن الذي يطرح في قناة القمر يقولون حقائق إذن لماذا لا تتخذون موقفا ماذا يقولون لقمة العيش مرة معايشنا بأيديهم فماذا نصنع حياة عوائلنا تحت رحمتهم فماذا نصنع هذا هو الذي أقصده من أن الدين عند رجال الدين وسيلة عيش آلة ارتزاق عند الشيعة عند السنة عند المسيحيين عند سائر الأديان الأخرى هذه هي الحقيقة الصريحة ولا أعتقد أن كلاما يقال على سبيل المثال لهم أما آن الأوان أن تعود إلى الحق هذا الكلام لا فائدة فيه لأنهم يتعاملون مع الدين على أنه معلومات لا أنه جزء من كيانهم العقلي والقلبي والروحي لأن حياتهم قد امتزجت بدينهم مثل ما يفعل الكثير من عوام المتدينين في مختلف الديانات هناك الكثير من عوام المتدينين في مختلف الديانات يجدون الدين ممتزجا بحياتهم لا يستطيعون التفكيك بين الدين وحياتهم رجال الدين ليس كذلك الدين معلومات وحياتهم في معزل بالضبط مثل ما هنا في قصة ابن نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزل الدين في معزل لأنه وسيلة ارتزاق سبب معيشته هذه هي الحقيقة من الآخر أتمنى على صغار المعممين الذين لم يتزوجوا بعد لأنهم لا يشعرون بمسؤولية أسرتين وليس عندهم الكثير من القيود أتمنى أتمنى عليهم أن يفكروا في هذه الآيات وكيف أن الله رد ردا شديدا على هذا العبد الصابر كم أخلص لله نوح النبي وكم لاقى ما لاقى كانوا يضربونه يضربونه على رأسه وعلى وجه وعلى أذنيه حتى يغمى عليه ويبقى ملقا في الطريق مغشيا عليه الدم يخرج من أذنيه كم لاقى ما لاقى حتى حينما بنى السفينة جعلوها مراحيض عامة ما كانوا يتغوطون في الأماكن التي كانوا يتغوطون فيها قبل صنع السفينة يأتون للاستهزاء بنوح حتى لو كانت بيوتهم بعيدة عن السفينة كي يتغوطوا في سفينة نوح وملؤوها بالغاءة قرون عانى ما عانى هذا العبد النائح في أحاديثنا اسمه عبد الجبار نوح نوح لقبه وإنما قيل له نوح لكثرة نياحته لكثرة أحزانه وبكائه كم غدر به الناس أفواج تأتي وأفواج تروح مع كل هذه المعانات وكل هذه التجارب لكنه حينما قام بعملية اجتهاد ليست في الدين وإنما في شأن دنيوي يرتبط بعلاقة أسرية فحينما نفذ عملية الاجتهاد هذه لا لشيء كانت مقدمة لدعاء لسؤال سأل الله فجاء الجواب بهذه القاطعية فلا تسألني ما ليس لك به علم علم رجالك هذا باطل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعظك أن تكون من الجاهلين اجتهادك جهل يا أيها النبي المخلص المخلص الصابر إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم علمه في الدين أما هذا الأمر دنيوي وإن لا تغفر لي وترحم ني أكون من الخاسرين عملية الاجتهاد عملية باطلة هذا القرآن بين أيدينا نذهب إلى فاصل عملية اجتهاد أخرى في سورة صاد ومن الآية الحادية والعشرين بعد البسملة إلى ما بعدها وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم داود النبي كان قد اختلى للعبادة ابتعد عن الناس لفترة فاختلى في محرابه وكان المكان مسورا ومغلقا لا يستطيع أحد أن يدخل إليه وإذا به يفاجأ بشخصين في نفس مكان عبادته وهل أتاك نبأ الخصم إنهم خصوم شخصان متخاصمان في أمر وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب المحراب مكان عبادته تسوروا المحراب لأن الباب كان مقفلا تسوروا أي دخلوا من خلال أن قفزوا على السور الأبواب كانت مغلقة لأن داود قد اختلى بنفسه في دار عبادته بعيدا عن الناس وما أراد لأحد أن يدخل عليه فهذان الخصمان تسورا مكان عبادة داود ودخلا إليه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم الأبواب مقفلة من أين جاء هذان الرجلان قالوا لا تخف نحن ما عندنا من مشكلة معك قالوا لا تخف خصمان نحن خصمان جئنا للقضاء جئنا للمحاكمة جئنا نضع قضيتنا بين يديك خصمان بغى بعضنا على بعض فهذا يقول أنا صاحب حق وذلك يقول أيضا أنا صاحب حق خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي هؤلاء أخوان إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحد صاحب النعجة هو الذي يتكلم إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحد فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب عزني ضغط علي ضغطا شديدا قهرني غلب على أمري فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب هذا هو الذي حدث داود معتزل في دار عبادته وقد أغلق الأبواب إنه لا يريد التواصل مع الناس اختلا اختلا بنفسه في دار عبادته وإذا برجلين معه في نفس دار عبادته لقد تسور قفز على السور إنهما أخوان مثلما قال صاحب النعجة الواحدة من أن أخاه يمتلك تسعا وتسعين نعجة إن هذا أخي له تسعا وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فاحكم بيننا يا أيها القاضي فماذا قال داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لأن داود لم يكن في مجلس القضاء كان منعزلا في داره في دار عبادته والحكاية غريبة لم تأتي بطريقة اعتيادية فجاء الجواب سريعا من داود النبي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ولكن داود التفت إلى أنه قد اجتهد اجتهادا خاطئا فهو قد سمع من طرف واحد سمع من صاحب النعجة وما سمع من صاحب النعاج الكثير فلربما يكون الحق معه لكن داود حكم بحسب ما يحكم الناس فحينما يسمع الناس من أن شخصا يمتلك تسعا وتسعين نعجة وله أخ يمتلك نعجة واحدة وهو يضغط عليه كي يأخذ هذه النعجة منه الناس ستقول من أن ذلك الشخص جبار متكبر ظالم وهذا إنسان ضعيف فقير يمتلك نعجة واحدة فلماذا يفعل أخوه هذا الظالم معه هكذا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب لأن داود بعد ذلك عرف أن الخصمين من الملائكة لماذا استغفر ربه لأنه قد عمل بالظنون العمل بالظن معصية أتحدث عن شؤون الدين وعن تفاريع الدين وحتى في شؤون الدنيا إذا كان العمل بالظن يؤدي إلى إذاء النفس أو إذاء الآخرين فهو لا يجوز ليس جائزة حتى في شؤون الدنيا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود الظن هنا ليس بمعنى الظن الذي ذم هذا ظن نفسي معتمد على مقدمات على مقدمات صحيحة المقدمات الصحيحة ما مر من تفاصيل الواقعة وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك من أنه قد أخطأ في اجتهاده قد أخطأ في ظنونه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب بعد هذا ماذا قال الله لداود الذي جرى كان بمثابة تذكير لداود إنه كورس مكثف مكثف في عملية القضاء يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى العمل بالظنون العمل بالاجتهادات عمل بالأهواء وهذا قد مر علينا في حلقة يوم أمس وأنا أقرأ عليكم من سورة النجم من الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الظن والأهواء في سياق واحد من هنا جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري في رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من طبعتي ذو القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة فأما من كان من الفقهاء من الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين من الرواية الطويلة في باب التقليد فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم مخالفاً لهواه مخالفاً لهواه معنى أنه يخالف رغباته موجود هنا لكن الأفق الأعلى في هذا الوصف مخالفاً لهواه مخالفاً لظنونه هو لا يعمل بالظنون ولا يعمل بالأهواء وإنما يستند إلى علم رصين لأن عملية الاجتهاد هي عملية اعتماد على الظنون والأهواء ليست اعتماداً على علم الرصين وأعتقد أن المضامين في قصة نوح النبي وفي قصة داود النبي واضحة بعد أن جرت الواقعة جاء الخطاب هكذا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ما جرى في هذا الكورس التدريبي لم يكن حكماً بالحق كان اجتهاداً كان اجتهاداً مبنياً على ظواهر الأمور هذه هي الظنون التي يقول عنها مشتهدوء النجف وكربلاء من أنها تمتلك حجية شرعية أليس العمل بالظاهر العرفي له حجية عندهم أليس الحكم على ظاهر الأشخاص له حجية عندهم أليس الأخذ بظواهر النصوص له حجية عندهم أليس 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 وكل هذا من الظنون هذه هي تفاصيل عملية الاجتهاد أليس الاعتماد على علم الرجال هو اعتماد على الظنون لأن الرجاليين لهم خبرة مع أن الكتب التي عندنا لا نعلم مدى انتسابها إلى أصحابها وبغض النظر عن هذه التفاصيل حتى لو كانت هذه الكتب هي الكتب الأصلية ما هم الرجاليون يعملون بالظنون النجاشي الذي توفي سنة 450 أو خمسين للهجرة على فرض أنه رجاليون وليس رجاليا هو وعلى فرض أن كتابه في الرجال وليس في الرجال هو فيهرس في الكتب على فرض أن النجاشية رجاليون ويمتلك خبرة في الرجال وعلى فرض أن كتابه في علم الرجال وعلى فرض أن كتابه هو هذا في نسخته الأصلية التي كتبها بخط يده وعلى فرض أنه قد بذل أقصى جهده في تحصيل المعلومات كل هذا ظنون النتائج التي وصل إليها ظنون هو يصدر أحكاما على أشخاص عاشوا في القرن الأول في القرن الثاني وهو عاش في القرن الخامس لا يعرفه ولم يكن قد رآه وعاشوا في قرون متقدمة عملية الاجتهاد ظنون في ظنون في ظنون يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وليس بالظنون ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هنا إمامنا الصادق يشترط في مرجع التقليد أن يكون مخالفا لهوى أن لا يكون عاملا بالظنون ويستمر في حديثه إنه يتحدث عن أولئك المراجع الذين يعملون بالظنون فيقول من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة الرواية طويلة لا مجال لقراءتها وقد قرأتها كثيرا 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 وشرحتها كرارا وكرارا ومرارا ومرارا يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بمثل هذه الموضوعات كي تطلعوا على التفاصيل عملية الاجتهاد عملية باطلة بصريح القرآن بصريح القرآن إذن ما هو الحل هل أعطانا القرآن حلا نعم أعطهنا القرآن حلا ولكن بعد الفاصل الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الحل هنا الحل في هذه الآية لأن الآية هذه ترفض الاجتهاد مطلقا بكل تفاصيله وتؤسس لنا لمنهجية نستطيع أن نعتمدها في معرفة ديننا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هنا سقط علم الرجال وسقط علم الحديث لا معنى لكتب الرجال هنا فإذا كان ناقل الخبر فاسقا بحسب الله وليس بحسب الرجاليين بحسب الحقيقة الكاملة إلا أن القرآن يقول لنا لا ترد خبره وهذا هو منطق العقل السليم أرقى مستويات التحقيق في الجرائم وفي كل الأمور التي تحتاج إلى تحقيق في دول الغرب وليس في دولنا في الولايات المتحدة الأمريكية وهنا في المملكة المتحدة وفي دول الاتحاد الأوروبي أرقى مستويات التحقيق في الجرائم وأرقى مستويات التحقيق في مسائل القضاء هم لا يفرقون بين الشهود بين شاهد عرف عنه الكذب أو شاهد عرف عنه الصدق إنما يأخذون المعلومة من أي شاهد من الشهود ويبدأون بالتبين والتحقيق وقد ثبت من أن الكثير من كلام الصادقين ليس دقيقا ومن أن الكثير من كلام الكاذبين كان دقيقا ودقيقا جدا لذا في المحاكم الأوروبية وفي دوائر التحقيق في الأمور السياسية الاجتماعية في الجريمة وغيرها يقبلون كل كلام لكنهم لا يصدقون به وإنما يتحققون من صدقه ولذا فإن المحاكمة لا تتهم أحدا بأمر لم يكن قد فعله هذا أمر معروف في المحاكم الغربية بخلاف ما عندنا في البلاد العربية والبلاد الإسلامية وفي دول العالم الثالث جميعا من خلال تجارب الحياة ومن خلال منطق العقل السليم وصلوا إلى هذه الحقائق هذا هو منطق العقل من أن المعلومة إذا كانت حقيقية فإنها تحمل قيمتها في نفسها بغض النظر عن ناقلها ومن أن المعلومة إذا لم تكن حقيقية فإنها لا تحمل قيمة في نفسها بغض النظر عن ناقلها المعلومة الحقيقية حقيقية نقلها صادق أو نقلها كاذب كاذب في سائر أموره لا في القضية التي نقلها والقضية التي لا حقيقة لها لا قيمة لها أنقلها صادق أو نقلها أصدق صادقين أو نقلها كاذب لا حقيقة لها المعلومة تحمل قيمتها في نفسها وهكذا هي الأشياء كل شيء قيمته في ذاته وإلا لما كان موجودا معنى موجودية الأشياء أن قيمتها في وجودها في موجوديتها هذا هو معنى موجودية الأشياء هناك قيمة لهذا الموجود في نفس وجوده فالحقائق تحمل قيمتها في نفسها وما من شيء خلقه الله إلا وهو كذلك حتى هذه الأشياء التي نتنفر منها النجاسات مثلا هذه الأشياء بما هي هي موجودات إنها تحمل قيمة وجودها في نفسها المعلومات كذلك ما هي موجودات ولكن من سنخية أخرى مثل ما يصطلح عليها في الإصلاحات الفلسفية إنها من مقولة الكيفيات لا أريد أن أخوض في هذا المضمار الذي لا علاقة للبرنامج به المعلومات تحمل قيمتها في نفسها وهذا هو الذي يتحدث عنه القرآن إنه أرقى منطق عقلي لكن في النجف كيف يفهمون الآية يفهمونها بشكل مقلوب لا أريد أن أتحدث عن فهمهم الخاطئ من أنهم يستدلون بالآية على حجية خبر الثقة ولا وجود لخبر الثقة هنا ولا وجود لحجية ترتبط بخبر الثقة الكلام عن العلم هنا خبر الثقة هو الآخر مضمون إذا كان إذا كان الإعتماد على الثقة بما هو هو إذا كان الإعتماد على المعلومة بما هي هي فإنها تحمل قيمتها في نفسها علينا أن نستكشف قيمتها من خلال التحقيق وهذا هو منطق القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاعَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا لماذا يقولون من أن خبر الثقة حجة فإن خبر الثقة مضنون لأنهم ينظرون إلى الناقل إذا كان النظر إلى الناقل فإن الخبر مضنون فعلا لكن القرآن لا يوجه أنظارنا إلى الناقل يوجه أنظارنا إلى الخبر بما هو خبر فإنه يحمل قيمته في نفسه فعلينا أن نتحقق لا ننظر إلى الناقل وحينئذ لا معنى لعلم الرجال ولا معنى لتقسيم الحديث إلى حديث متواتر وحديث آحاد لأن كل خبر إذا كان يحمل قيمته الحقيقية في نفسه فإنه يؤدي إلى العلم فلا نقول من أن الخبر المتواتر يؤدي إلى العلم ومن أن أخبار الآحادي تؤدي إلى الظان وهناك حجية تسبغ عليها كل هذا الكلام هراء في هراء كله هراء يخالف منطق العقل السليم ويخالف منطق الحكمة الواضحة ويخالف منطق القرآن لأن القرآن لا يعبأ بالناقل وإنما يعبأ بالمنقول وعلينا أن نستكشف حقيقة المنقول بغض النظر أكان الناقل ثقة أم كان الناقل ليس بثقة ليس هناك من فارق بين الناقل الثقة والناقل غير الثقة هناك أمر نفسي من أننا نطمئن للناقل الثقة لكننا لا نقطع بنقله علميا لا يمكننا أن نقطع بنقله هذا الكلام من أن حجية أسبغت على نقله ليس صحيحا لأن القرآن يطالبنا أن نعمل بعلم من أفتى بغير علم إذا أخذنا بأخبار الثقات لأنهم ثقات لأنهم ثقات فإننا نعمل بالظنون لأن ثقة حينما ينقل شيئا يحتمل فيه أهنسيان يحتمل فيه الخلط ويحتمل فيه الكذب ما هو بمعصوم ويحتمل فيه ويحتمل فيه قد يقول قائل من أن الأئمة أمرونا بأن نأخذ بأحاديث الثقات لأن الأئمة يعلمون أن الثقات الذين أمرونا بأن نأخذ منهم ينقلون علما فهم يقولون لنا هذا علم منقول إليكم منه فلأن الأئمة أمرونا هذا هو التبين إذا كان الإمام أمرني أن أأخذ من زكريا ابن آدم الذي هو مأمون على الدين والدنيا وعندي خبر منقول عن زكريا ابن آدم وأنا متأكد أن الخبر منقول عن زكريا ابن آدم لا من طريق علم الرجال علم الرجال ظني عندي من المعطيات التي تجعلني مطمئنا أن الخبر منقول عن زكريا ابن آدم إنني أأخذ علما أنا لا أأخذ من زكريا ابن آدم أنا أأخذ من الإمام المعصوم زكريا ابن آدم وسيلة هنا وسيلة نقلت العلم قيمة هذا الخبر ليست بسبب زكريا ابن آدم بسبب أن الخبر جاء من المعصوم فهو علم وليس ظنان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا هنا يسقط علم الرجال ويسقط علم الحديث نحن لسنا محتاجين إلى تقسيم الحديث إلى متواتر ومستفيض وآحاد والمستفيض هو ما بين الآحاد والمتواتر والآحاد تقسم إلى أخبار صحيحة وحسنة وموثقة إلى غير ذلك لسنا بحاجة إلى كل هذا الهراء الناصبي هذا الهراء جاءنا من سقيفة بني ساعدة لا علاقة له بأحاديث العترة العترة منطقها منطق القرآن ومنطق العترة ومنطق القرآن هو منطق الحكمة ومنطق الحكمة هو منطق العقل السليم نحن هكذا نقرأ في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة منطق الكتاب منطق الحكمة منطق العقل السليم منطق العترة منطق الواقع الواقع العلمي والواقع الديني منطق كتب الحديث منطق كتب الحديث لن نستطيع أن نستخرج دينا صحيحا من القرآن ومن كتب الحديث بواسطة بواسطة عملية الاجتهاد إنها عملية ظنية أهوائية باطلة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا لابد أن نتبين علينا أن نركز جهودنا في هذه المساحة في مساحة التبين كيف يكون التبين نحن نتحدث عن دين وعن دين علمي فلابد أن نكون مسلحين بعلوم دينية صحيحة يكون التبين على أساسها وهذا ما بيّنه لنا رسول الله الكتاب والعترة ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا الحقائق هنا فعلى الذين يريدون أن يتعلموا دينهم أن يتعلموا دين العترة أن يوجهوا أنظارهم إلى الكتاب والعترة تحقيقاً وتدقيقاً وتدبراً ودراستاً وفهماً وهم في كل ذلك يتوجهون إلى إمام زمانهم يطلبون التوفيق والتسديد منه هذا هو منهج منهج دين العترة الطاهرة إذا أردنا أن نستمر في الآية فإن الآية واضحة تحدثنا عن علم لا عن ظنون يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالته فإذا ما تبيننا وثبت أن الخبر صحيح الذي نقله لنا هذا الفاسق الحقيقي بحسب علم الله فإن الخبر سيكون علماً الآية واضحة إذا لم نتبين فإننا قد نقع في الجهالة وربما لا نقع في الجهالة لأن خبر الفاسقي يكون علماً لكننا لسنا متأكدين من ذلك علينا أن نتبين فإذا ما تبيننا الأمر وثبت أن خبر الفاسقي صحيح فإن خبر الفاسقي سيكون علماً قطعياً فأين الظنون وأين هذه الظنون التي جعلت حجتاً وأين علم الرجال وأين القدح والمادح وأين وأين ما حاجتنا لعلم الرجال ما حاجتنا لعلم الحديث ما حاجتنا لعلم أصول الفقه نحن نحتاج علم أصول الفقه لعدم وجود علم في دائرة الفتاوى والأحكام من أفتا بغير علم من أفتا مستنداً إلى علم أصول الفقه هذا هو الإفتاء من دون علم الإفتاء بعلم حينما يكون الإفتاء مستنداً إلى معلومات حقيقية مستقات من طريق حقيقي بحسب ما يريد منهج الكتاب والعترة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فإذا ما تبين وثبت أن الخبر صحيح فإننا حينئذ لن نصيب القوم بجهالة وإنما سنتحدث عنهم بعلم فخبر الفاسق بعد التبين سيكون علماً إذن ما الحاجة إلى علم الرجال وإلى علم الحديث وإلى علم أصول الفقه وإلى علم الكلام هذه العلوم تتهاوى هنا في فناء هذه الآية الآية تدفعنا إلى ساحة التبين وهنا علينا أن نعود إلى القرآن وإلى حديث العترة كي نسألهما كيف سيكون التبين إنه منهج لحن القول إنه منهج المعارض بإمكانكم أن تعودوا إلى آلاف من الساعات على الشبكة العنكبوتية تعاملت فيها مع آيات الكتاب مع أحاديث العترة وفقاً لمنهج لحن القول ومنهج المعارض وقارن بين النتائج التي وصلت إليها وبين المضامين التي بيّنتها وبين طريقة الشرح والتفسير والتوضيح وبين النتائج التي استخلصتها عبر آلاف من الساعات في موسوعة هائلة من الكتب المتلفزة قارنوا بين كل ذلك وبين الموجود في حوزة النجفي وكربلاء الطوسية ستعرفون الحقيقة واضحة وستعرفون وبنحو عملي دقة قولي من أن عملية الاجتهاد باطلة بحسب القرآن وبحسب أحاديث العترة الطاهرة الذهبوا إلى فاصل الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إنني وجهت نظري إلى بيعة الغدير فوجدت أن مواثيق بيعة الغدير هي التي ترسم لي برنامجا مواثيق بيعة الغدير هي التي دفعتني كي أبحث عن منطق علي لا عن منطق أرسطو إنني أعرف منطق أرسطو جيدا فأنا أستاذ من أساتذته لكنني وضعته جانبا بيعة الغدير قادتني إلى منطق علي ووقفت هناك في فناء علي متدبرا متفكرا في منطق علي ووجدته منطقا واضحا يهيمن على عقلي وقلبي وروحي وضميري المنطق العلوي هو الذي شخص لي منهج معارض القول منهج لحن القول ومن هنا كانت البداية فتمازجت حقائق القرآن مع حقائق حديث العترة الطاهرة وانبجست من بينهما عيون صافية إنها العيون التي وجهني إليها المنطق العلوي انبجست تلك العيون صافية الغزيرة الفوارة بفيضها من بين حقائق القرآن المفسري بتفسير علي وعلي 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 فقط انبجست تلك العيون العلوية غيداقة غيداقة بكل طهرها فواحة بكل عطرها إنه دين العترة الطاهرة الذي يتسامى فوق الظنون وفوق الأهواء ويتأبى يتأبى أن يكون نتيجة لاجتهادات باطلة واستحسانات خرقاء ولقذارات جمعوها من هنا ومن هناك وقالوا عنها علوم العلم عند علي وآل علي فقط مثل ما قال باقر العلوم باقرهم أبو جعفر إنه محمد ابن علي ابن الحسين فالآن بحاجة أن أعرف الحسين من هو الباقر هو الذي يقول حينما دار الحديث في مجلسه عن الحسن البصري فقال فليشرق فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا وأشار بيده إلى صدره الشريف فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا إلا من صدور علي وآل علي هناك الدين وهناك العقيدة وهناك الشريعة وهناك الحقيقة وهناك الحق يدور يدور معهم حيثما داروا داروا صلوات الله عليهم الحق يتبعهم هم لا يتبعون الحق لماذا لأن الحق يكون عارضا وهم الجوهر الجوهر لا يتبع العوارض الحق عارض من عوارضهم هم الجوهر هم حق الحق وهم حقيقة حق الحق وهم عين حقيقة حق الحق وهم مجمع أسرار عين حقيقة حق الحق لذا يدور حولهم هؤلاء هم أئمة وسادة محمد وآل محمد أبرأ إليهم من علم أصول الفقه وأبرأ إليهم من علم الكلام ومن علم الحديث ومن علم الرجال وأبرأ إليهم من الاجتهاد بكل تفاصيله نظريا وعمليا وأبرأ إليهم من دين المجتهدي ومن عقائد المجتهدين لها لحنة على دينهم وعقائدهم إنه المذهب الطوسي القذر اللعين موسيقى